وسط خلافات بين الأحزاب والكتل السياسية بشأن التعيينات في المناصب الحكومية الجديدة أوضحت مصادر مقربة من المباحثات الجارية لتشكيل الحكومة بأن رئيس الوزراء المكلف اخترى 14 مرشحاً لشغل حقائب وزارية في حكومته المصادر قالت إن الكاظمي عرض أسماء مرشحيه على قادة الشيعة إلا أنهم اعترضوا على بعض الأسماء مضيفاً أن الزعماء الشيعة طلبوا من الكاظمي إجراء تعديلات على المنهج الوزاري وتغيير بعض أسماء المرشحين بسبب عدم كفاءتهم لتولي المناصب الوزارية وبحسب المصادر فإن القوى الشيعية اعترضت على إعادة ترشيح عدد من الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة كما أبدو ملاحظات بشأن بعض المرشحين الذين تقدمت بهم القوى السنية وعقد مصطفى الكاظمي اجتماعاً لملاقشة الخلافات بشأن التشكيلة الوزارية مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم ائتلاف الفتح هادي العامري بالإضافة لرئيس الهيئة السياسية لكتلة سائرون نصاري الربيعي وعدنام فيحان عن حركة صادقون وبغياب زعيم تيار الحكمة عماري الحكيم أو أي ممثل عنها من جانبه قال محمد الغبان رئيس كتلة الفتح البرلمانية إن الكابينة المقترحة التي قدمها رئيس الوزراء المكلف غير مكتملة مشيراً إلى أن الكتلة السياسية المجتمعة تقيم المنهج وآلية الترشيح التي اعتمدها الكاظمي وتدرس أسماء المرشحين الذين تم تسميتهم لبعض الوزارات وفق المعايير والمواصفات التي تم الاتفاق عليها تقيم المنهج